الجهد السياسي يجب أن يكون مكثف في هذه المرحلة والوصول إلى توافقات وهنا كل الخلافات حتى لا تستثمر هذه الخلافات من قبل عصابات داعش وبالتالي تقوم بعملها هي دائما تعول على مثل هكذا مواقف حتى تستثمر خططها تنفيذ خططها وبالتالي وبرامجها هي داعش لم تنتهي بالعراق وإن انتهت عسكريا ولا وجد لها تواجد عسكري ولكن داعش الآن فكرا وتنظيما موجودة وممكن أن تنقض في أي وقت معين وأن تمارس دورها وخير دليل ما حصل في بغداد قبل عام وضرباتها التي تنفذت وعملياتها التي تحققت هذا كله يخلي المؤسسة الأمنية بدرجة الأولى أن تعيد حساباتها وأن تنظج خططها وكذلك المؤسسة السياسية وكذلك الأحزاب السياسية المختلفة والمتصالحة مع بعضها